واحدة يعني بجد من أجمل الفقرات اللي أنا بستمتع بيها جداً وأتمنى أنكم تستمتعوا بيها يا فقرة الحريف وإحنا بنفكر فيها من البدايات كان هدفها أن احنا نقدم جرعة من المتعة لحريفة ياما متعوا جمهور النادي الأهلي وكان ليهم إسهامات وكان ليهم بصمات كبيرة جداً في مشوارهم مع الفريف لكن الحقيقة يوم بعد يوم وحريف بعد حريف وجيل بعد جيل اكتشفت كمان أنها يعني الفقرة دي فيها ميزة حلوة جداً وهي أن احنا بنسترجع بيها كمان أهم وأجمل ذكرياتنا مع النادي الأهلي ومع مشوار بطولاته وتتويجه بكتير من البطولات والساعدنا ذكريات مطشط كتير جداً كانت مهمة آه ما غابتش لكن لما بنفتكرها وبنشوفها وبنسترجعها مع حضراتكم بنبقى الحقيقة في المنتجة السعادة وده الحقيقة شيء بيسعدنا دايما الحريف اللي كان معنا في آخر حلقة من السادسة كان واحد من يعني أفضل المهاجمين اللي جنف في مشوار النادي الأهلي كله على مدار سنين طويلة جداً خالد بيبه اللي دايماً متعنا الحقيقة وكان ليه مش بس أهدف حلوة لكن أهدف كانت مهمة وأهدف اتخلدت في ذكريات أو في ذكرة جمهين النادي الأهلي لسنين طويلة جداً ولما بسأل دايماً في آخر الفقرة من وجهة نظركم إيه هو أفضل هدف للحريف بتاع النهاردة بيبقى يعني هدفي من السؤال ده إن أنا أعرف أكتر هدف أنتوا اتمتعتوا بيه ككورة لكن من الواضح جداً من خلال اختياراتكم لكذا حريف مش بس الخالد بيبه إن القصة مش قصة بس كورة ومش قصة حلوة الهدف لكن القصة كمان قصة ذكريات الهدف نفسه وده حصل بشكل جدير جداً مع خالد بيبه تحديداً خالد بيبه كان فيه ثلاث أهداف أحرزهم مع نادي الأهلي هم اللي بيت نفسه من اختياراتكم طبعاً كأفضل هدف اللي بيبه في مشواره مع الأهلي هدفه مش هقول طبعاً الكلام ده مش بالترتيب قبل ما قولكم أفضل هدف أنتوا اخترتوه لكن الثلاث أهداف دول كان هدفه في المنصورة وهدفه في سانداونز وهدفه في الزمالك بيبه وبشير بيبه وجول وطبعاً لأنه الزكريات بتاعة السوبر هاتريك الأربع أهداف اللي خطوهم خالد بيبه في مطشل ستة واحد ما تتنسيش فبجتساح الحقيقة جماهير للنادي الأهلي اختارت الهدف ده عشان يكون أفضل هدف لخالد بيبه يمكن يكون مش أفضل هدف أو أجمل هدف أحرزه خالد بيبه في مشواره لكن يظل من وجهة نظر جمهور نادي الأهلي هو الأفضل في مشوار بيبه مع الأهلي خلينا نشوفه ونفتكره مع حضراتكم ونرجع لكم مرة تانية ودي ما بين على طول دراع ورجل عبد المنصف صعبة 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 وبرافو برافو برافو يعني طبعا السوداسية دي ما بتتنسيش واحدة من أجمل المطشاط اللي قدمها النادي الأهلي قدام غريمه التقليدي يمكن اللي دخل معها في المنافسة في الفترة الأخيرة نهاي القرن طبعا اللي فاز فيه الأهلي على الزمالك في نهاي دوري الأبطال والخمسية الأخيرة اللي حققناها في مواجهة الزمالك طبعا تحت قيادة بيتسو موسيماني